اشتركوا في القناة لاحظ هنا الاساسيات راح تكون عندك الفرق بين مربعين علمتك شون تستخدم الفرق بين مربعين هنا تتعامل بهاي الطرق وان شاء الله نشارح لك اياهن بطرق مبسطة جدا كذلك بالنسبة انه بيها واجبات ايضا منطل الطالب بعض الواجبات على كل اسئلة المنطي منطبيها واجبات لاحظ كذلك الفرق بين مكعبين بيها ثلاث حدود داع علمك عليها ايضا الحد الاول والثاني المكعب وجود هذه الارقام تمثل انه تكعيب ايضا كاتب لك القوانين الخاصة بذلك لاحظ كل قانون كتبته يعني معناه منطيك امثلة عليه وانطبق عليه الاسئلة هذه الاساسيات الخاصة بعلوم الرياضيات لاحظ العامل المشترك ايضا رجحتك للبدايات على ما تتعلم شنو عامل مشترك شوف شارح لك هياب خطوات مبسطة جدا كذلك امطلع لك العامل المشترك شوفوا يعني عملية التجربة ايضا الحدانية اذا تلاحظ كلها امثلة وتمارين اني متوسع بها وايضا شوفوا كريتستيانو رونالدو بالجزء من اسطورة ريال مدريد وسيبقى متعلقا دائما هنا الفصل الاول رح ندخل بيه انوياك تعريف العدد المركب وهذا تعريف العدد المركب شارح لك الجزء الحقيقي من الجزء التخيل اللي اذا تلاحظ كذلك منطيك عملية العدد المركب وهنا ايضا طبقنا لك بعض الاعداد بالصيغة الاعتيادية اتمنى يعني هذه السنة سنة ريال مدريد على ما تشوفون الابداعات ريال مدريد ايضا بكل المجال الرياضة هي رياضة ورياضيات وياها ايضا الصيغة الديكاريتية عندنا والصيغة الاحتيادية دع علمك ليم تستخدم الصيغة الاحتيادية والجبرية او الصيغة الديكاريتية كذلك خذنا بالمحاضرات السابقة قوة اي وعلمتك على القوة اي كل اي للأس ثلاثة سالب اي وكل اي للأس اثنين سالب واحد ووزعناه للأس اربعة وهناه اعلمك عملية الضرب يقول عند الضرب تجبع الأس سير الجهل للأس ثلاثة كذلك رح نطبق قاعدة من القواعد الموجودة ناتج القسمة وباقي القسمة والار هو اللي يمثلك الباقي القسمة والثابت عندك الاربعة رح نقسم العمليات الرياضية كلها على اربعة للقوة اي ايضا اكو بعض الملاحظات المهمة انا ذكرها ضمن الفصل الاول وايضا عندك تمارين مهمة ذاكركم اياها بالاسئلة اذا استخدمنا الأسس الفردية للقوة اي او الأسس الزوجية دائما الأسس الفردية اللي يعمى يطلع للجواب اي او سالب اي كذلك اذا لاحظنا الأسس الزوجية يعمى ينطيني اهنايا بالأسس الزوجي لو واحد الجواب لو سالب واحد اتلاحظ اهنايا بعض اللقطات للكأس الموجودة امامك ريال مدريد اهنايا بالرقم القياسي باوع كلش حلو مرتبة مزمة ممكن الطالب يستعين بيها ويستفاد من المعلومات الموجودة وتختلف عن السنين السابقة بالعداء والتصميم الموجود بداخل المزمة كذلك بالنسبة انه تلاحظ احنا كيفية التعامل مع الجذور التربيعية اهنا ايضا ضبطت لك اياها كلها المزمة مرتبة وايضا اخطاء ما موجودة بيها راح تكون مزمة 100 بالمية بكل الاتجاهات وكل المعلومات المنطيها شوف الواجبات دائما منطيكم اياها كل سؤال انطى عليه الواجب البيتي كذلك تقدر تحلهم وتقدر ترسلني على القنوات الرسمية الخاصة بيها تيليجرام او الانستجرام او ايضا عندك بعض القنوات المهمة موجودة امامك عندك العمليات الحسابية في مجموعة الاعداد المركبة راح نجي العملية تجمع كذلك الحقيقة وهي الحقيقة والتخيل وهي التخيلي شارح لك بالبداية وكذلك هنا مضح بالامثلة التطبيطية والوزارية المهمة ايضا اذا لاحظ هنا بعض المجموع العددين المركبين شوفوا كم مثال انا منطلط طالب واجب على مد يقدر يطبق الواجبات بحدافيها اذا ان شاء الله طبقت على هذه المزمة راح تحصل على درجة 100 بالمية ليش؟ لان احنا اكثر ناس طلابنا يصلون الى درجة المية بالرياضيات لان حتى يكون عدنا حاصل من مجاميع من الطلاب الماخدين على المية كذلك عملية الطرح منطيكم اياها ايضا شارع عليها ومنطيك عليها بعض الامثلة والتمارين وايضا اجينا لعملية الضرب هم كذلك منطيك بعض التمارين والامثلة وخواص عملية الضرب في مجموعة الاعداد المركبة هذه النبضة المختصرة دراويك على الفصل الاول من عندك الاعداد المركبة ايضا راح اخذوا اياكم اليوم هنا علمت النظير الضربي للطلاب بهذه الخصاص الموجودة لامامكم وايضا شرحنا كذلك مهارات جبرية حول ضرب الاعداد المركبة هنا بالحدانية علمت الطالب وكذلك خذنا حدانية وانطينا بعض الامثلة كذلك على ذلك هنا ايضا تلاحظ بعض الامثلة الوزارية الان طرقتلها اذا كان عدد فردي مرفوع للأس هنا يا فردي انطبق هاي القاعدة لامامنا وكذلك انطبق بعض التمارين والامثلة على ذلك فان شاء الله راح تكون هذه المزمة قد مسؤولية الطلاب ويستفادون منها بعض المعلومات المهمة التقوا اياك هسه الى مثال ان شاء الله راح ناخذانوا اياكم من هاي الامثلة ونركز عليه واريد الطالب ينتبع عليه الامثلة جدا مهمة شوف الامثلة راح اطرقها للطالب اريد تلاحظ ايضا كذلك هاي الامثلة عندنا راح نجي الى المثال هنا يا منطيني بسط المقدار الاتي منطيني مرفوع للقوة اربعة شباب دائما اريد الطالب يركز بالشرح ليش؟ لان الشرح هو جزء من الحل لاحظة يا حبيبي قال لي بسط المقدار الاتي الطاني اثنين زائد اي مرفوع للقوة اربعة القوة اربعة هنا الطالب راح يقول افتح استاد قوسين ومرفوع للأس الاثنين صح مو خطأ لكن احنا ريد تقسيط ابسط مقدار ممكن انبسط العملية رياضية ما ريد تصير صحب على الطالب دائما اتعلم راح نفتح قوس كبير لاحظ وبداخل قوس صغير هذا القوس الصغير دائما مرفوع للأس الاثنين يعني هنا اقول للطالب دائما هذا الأس جد هنا اثنين هسا اذا اقول لك اثنين عندك الأس جد اربعة منتقسم اربعة على اثنين تقول استاد الباقة اثنين وممكن الطالب يقول عنده الرفع تضرب الأسس راح يطيني أس اربعة المقدار راح ينزل اثنين زائد اي لاحظ المقدار نفسه ينزل وما يضعي هسا راح نشرح الحدانية لك دائما من تريد تشرح الحدانية تعتبر الحقيقة هو الاول والاي نحتبره الثاني لاحظ استاد اذا من نجد تطبق القانون يقول الاول تربيع لاحظ من هو التربيع معناه الثنين من اربحها شقيت راح تقول استاد اربعة اشارة الوسط طبعا موجب هنا الطالب راح ينسى اكو رقم اثنين حبيبي اذا تضرب الأول بالثاني شقيت يطلع عندك تقول استاد اثنين اي اثنين اي لازم اضربها بشقيت باثنين ضعف مالتها لا انسى الضعف مالتها الهو الثابت راح يطيك الجواب اربعة اي لاحظ يعني من تجي تضرب تقول هذا اثنين ثابت والاول اش قد عدك استاد اثنين والثاني اش قد عدنا لاحظ اي من تجي تضرب هذا اثنين فيه اثنين شو بده نقول نضرب تقول استاد اربعة والاي شبيه طبعا ينزل بصفة هذا على مود تنتبه شون اجت هاي الخطوة الامامنا حتى تقدر تتعلم طريقة جواب كذلك دائما موجب الآية راح ربعة اقول لك هذا الآية تربية يساوي لاحظ استاد اغلب الطلاب يوصل الان هنا ويتوقف حبيب الآية تربيع تذكرة كل الآية تربية لازم حافظينه جوابه سالب واحد صح نعم صح الآية تربية يحدث لاحظ والاشارة تقلب وش اخلي بكان المعامل ما لواحد شوف من اجا اقول له للطالب اربعة نطرح منها واحد رأسا يقول خمسة استاد على اي سبب خمسة استاد من انت شبير الرقم اربعة لواحد طبعا الاربعة اش قد فرق بين الاربعة والواحد استاد ثلاثة اذن هسا صار الجواب ما انه صحيح والتخيلي ينزل مثل ما هو الكل مرفوع للأسج قد اثنين ما ننسى المعلومات مالتنا اذن الأسج اثنين اذن هذا الطرف الثاني ايضا رح يحل بالحدانية لاحظ اذن من احل الطرف الثاني بالحدانية الاريدة منك طالب تتبع عليه لاحظ هم راح اجاء اقول له هذا الاول لاحظ اجاء اقول لك هذا الثاني هم حدانية مربع الاول تسعة اشارة الوساط موجب اثنين نضربه في ثلاثة في من هو عندك اربعة اي يلا من نجي نضرب هذا الثانية من نجيب تسعة هذا حبيبي قانون لا تنسى قانون الحدانية يوه اثنين فيه ثلاثة ستة ستة فيه اربعة اربعة وعشرين اي لاحظ دائما موجب الثاني تربيع نرجع مرة للخ الثاني اربعة شوف التربيع الطالب يجي يربع الاربعة ويعوق في الاي حبيبي لازم اربع الطرفين اربع الاربعة واربع الاي يعني راح يطيني جواب ستة عش اي تربيع بعد ذلك اجي اختصر اقول لهذا الاي تربيع يحذف شوف الاشارة الجديدة صارت عندنا سالب يعني عند تسعة ناقص شوف ستة عش اقول لك من الرقم انتشبير التسعة لو ستة عش تقول لستاذ ستة عش اخذي الاشارة اشقد فرق بين الستة عش والتسعة راح تقول لي سبعة اذا راح يطيني جواب سالب سبعة زائد اربعة وعشرين اي لاحظ هذا السؤال هسه كمناه انتقلوا اياك الى سؤال اخر شوف السؤال الاخر ايضا اتمنى وضح ذاك السؤال عندنا بعض المعلومة وهسه راح انتقلوا اياك الى سؤال اخر السؤال يقول بسط المقدار الاتي انتاك اشقد القوة مرفوعة للقوة ستة مثل ما علمتك اي قوة مرفوعة اعلى من الثلاثة دائما قوس كبير وقوس صغير يعني راح اجي افتح هذا القوس الكبير باوة وداخله اكو قوس صغير والقوس الصغير دائما ايما المرفوع للثنيين ممكن اقول له قسم الستة على اثنين قد يبقى تقول له ستة ثلاثة الاسس باوة هذا الجواب ما انح ايضا اهنا يا اما تقول عند الرفع تضرب الاسس والمقدار نفسه ينزل واحد ناقص اي شوف اكو بعض الملاحظات نبهت الطالب عليها بالمحاضرات السابقة شوف شنو الملاحظات لاحظ يا حبيبي قلنا اذا جانب السؤال واحد ناقص اي مرفوع للثنيين قلت للطلاب الجواب ما لك راح يكون سالب ثنيين اي ممكن اختصرك ليش لان اكو اسئلة تحتاج بها اختصار حس تقول استاذ احتمال ينزلون الدرجة لا حبيبي وماكو اسمه تزيد الدرجة وانما اسمه طرق مختصرة يعني الطالب ممكن يختصر الطريقة بدل ما يسوي بثلاث طرق ممكن يسوي ليها بطريقة وحدة ويكون جوابه صائب احسن مما انا يسوي بثلاث طرق واحتمال يطلع الجواب عندي خطأ به كذلك بالنسبة اليك اذا قلنا واحد زائد اي للأسس اثنيين جوابنا راح يكون اثنيين اي لاحظ هاي الملاحظة الاني دائما نركز عليها للطالب لاحظ الجواب مالتي شوف بدل ما اجي افتحها الدانية يعني هذا الطالب بدل ما يجي افتحها الدانية راح يجي شي سوه هنايا استاذ رأيسا اني جواب سالب اثنيين اي للأسس قد بقى تكحي اذا هنا اختصرنا المعلومة هس من نجي نقول له للطالب تعال شلون راح ترتب لي للأسس ثلاثة هسه يقول استاذ هنا نفتح قوسين قوس مورفلو الأسس ثين وقوس مورفلو الأس واحد خطأ ابني ليش لاني هنا عندك بس جزء تخيلي بينما هناك لازم من تفتح قوسين عندك حقيقة وتخيلي انا عندي هنا فقط جزء تخيلي وين مرفع الياء أس ثلاثة يعني راح اجي اوزع السالب لاحظ للأس ثلاثة يعني السالب بحشنا العلامة بيناتنا سالب فيه سالب ثلاث مره سالب سالب فيه سالب لاحظ يا حبيبي يقول الاشارة موجب الموجب بي من اضربها بالسالب شوف نضرب ايش يطيك الجواب سالب اذا هاد اول اشارة حققتها الاشارة الثانية باوع المن قاعد اوزع اوزع ليه ثانيا يعني راح اجي اقول له ثانيا للطالب فيه ثانيا فيه ثانيا ايش قد يطلع الجواب سالب ثمانيا اذا جوابنا ثمانيا لاحظ افتح لقوس ليش فتحنا قوس هذا الاي اذا اوزعت عليها لأس ثلاثة لاحظ هذا الاي للأس جقل ثلاثة شنو جوابه مو سالب اي لو نسيته يعني هذا رأسه جوابه شنو سالب اي من اجي اضرب له السالب فيه سالب حبيب ثمانية اي اذا راح اقول له الليفت هاند سايد يساوي رايت هاند سايد معناه الطرف الايمن يساوي الطرف الايساب وبهذا كملنا المثال المهم الآن لاحظت عليه كذلك اجينا على مثال مهم شوف ليش اقول لك بعض الاختصارات بالحدانية مهمة انك طلاق ليش حتى نقدر انطبق كل المعلومات المهمة لاحظوا استادي من يجيني هينش سؤال مهم قل لي بسط المقدار الاتي انطاني واحد زاد اي للأس ثلاثة زاد واحد ناقص اي للأس ثلاثة ايش نو راح ابدو بطريقة الحل لاحظ الحل طريقتنا من نجي انحل اي سؤال يكان اتمنى ننتبه على طريقة جوابه اجي افتح قوس قوس اول لاحظ هذا القوس مرفوع للأس الثلاثة شوفوا هنا من حقه افتح له قوسين متساوية لاحظ هذا القوس اجقل واحد هس تقول ليش فتاح الثلاثة بيحقيقوا تخييلي يعني المقدار نفس المقدار راح ينزل لاحظ هنا انتبع عليها هنا راح يكون عندنا المقدار نفسه هنا ايضا راح ينزل عندك في السؤال راح تقول للعلامة زائد شوف من قلنا علامة زائد راح ناخذ ايضا واحد لاحظ ناقص اي تربيع واحد ناقص اي للأس جد واحد شوف ليش خليتلك لونيا متتالي على متعرف جواب ماتك هنا الحدانية لو تجي تلاحظ عليها استوني قلت ملاحظة راح تقل لي سالب اثنين اي سالب قلت لك وين ما تلجي حدانية شو تقول تقول هنا سالب اثنين اي القوس اللي بصفة راح ينزل مثل ما هو الاشارة موجب نزلت ابتع قوس هنا دائما سالب اثنين اي والقوس الثالث راح ينزل مثل ما هو هس راح نجي الى عملية مهمة للطالب لاحظ شلو العملية المهمة اجي راح اضرب السالب اثنين في واحد يا حبيبي لاحظ سالب اثنين اي ونفس السالب بمن راح اضربه بالاي السالب فيه سالب طبعا موجب واثنين اي في اي راح تقل اثنين اي تربية لاحظ هنا ممكن للطالب ينزل الاشارة اي نعم سالب اثنين اي بمن يضربه بالواحد لاحظ افتح لقوس سالب اثنين اي ليش فتحنا قوس حتى بعدين نضرب لك الاشارة السالب فيه سالب طبعا موجب اثنين اي في اي راح تقول اثنين اي تربية ونسد القوس امامك لاحظ حبيبي هسه نجي نقول يساوي سالب اثنين اي الاي تربية يحدف لاحظ والاشارة صارت سالب اثنين كذلك اذا ضربت هاي الاشارة الموجب بالسالب راح تقول السادس سالب باوع سالب شنوه اثنين اي واذا ضربت هذا الموجب بالموجب راح تقول الموجب لكن لا تنسى يحدى في الاي باوع والاشارة الصارة السالب الموجب بالسالب ايضا سالب اثنين ايش بقعدك بالسؤال لاحظ بقعدنا هنا بالجواب معلومة مهمة وهي شوف من اجينا سالب اثنين اي حولنا الاشارات هنا سالب اثنين اي نزل والاي تربيع هو من قلنا موجب فيه موجب الطاني سالب لاحظ هنا اكم لاحظ مهمة جدا من تجي تضرب الاشارات تعلموا طريقة الضرب سالب بالموجب سالب سالب فيه سالب قال لي موجب اثنين اي لاحظ فيه اي راح تقل لي اثنين اي تربيع لاحظ هنا شوف بينما هنا بالبداية شنو الاشارة شوف الخطأ الورد عد الطالب من يجي شوف يتخطأ ماله يرجع للأساس شوف هنا شنو الاشارة موجب باع شي غير يغير نص السؤال للطالب هنا الموجب لازم نزل الموجب باع شو تغير هنا صارت موجب لاحظ هنا شو تغير عندك موجب موجب فيه موجب طبعا موجب راح شتصير هاي الاشارة موجب اثنين اي لاحظ شوف هنا من يصير خطأ كل الطالب راح يشوف شقد أخطأ راح تصير عندنا هذا علمك شون تصير الأخطاء الوردت شوف الجواب هسا راح أعلمك الصح لاحظ من تجي تتعلم صح دائما بعد ما عندك اي مشكلة شوف الجواب اثنين اي اثنين موجب وهنا راح ينزل القوس واحد زائت اي لاحظ كذلك الاشارة موجب وايضا اهنا راح أقول لك سالب اثنين اي جيت بسيط وهنا راح ينزل القوس كله واحد ناقص اي لاحظ صار بسيط بالحل هيت شو اريدك تتعلم شوف خطأ واحد ممكن يسبب لي سؤال كامل من الأسئلة الوزارية لاحظ هنا من أجي اكمل سالب اثنين اي بي من راح اضرب ه الواحد راح تقول موجب اثنين اي الموجب في موجب موجب ايضا اثنين اي اي تربيع لاحظ كذلك اجي اقول اكمل الموجب ينزل وهنا من اجي راح اضرب الاشارات موجب سالب اثني اي سالب فيه سالب لاحظ لا تنسى راح تقول استاذ موجب اثنين اي في اي راح يقول اثنين اي تربيع هسه راح نجل بسط المقادير الموجودة لامامك لاحظ استاذ اثنين اي تنزل الاشارة تحذف لاحظ راح تقلب القبلها راح يصير سالب اثنين لاحظ هنا اي ايضا الاي تربيع يحذف والاشارة راح يصير عندك سالب موجب فيه سالب طبعا سالب اثنين اي ينزل موجب فيه سالب راح تقل لي سالب شوف الاشارات والاثنين تنزل لاحظ هذا المقدار التخيله ويا من دا يروح ويا التخيله شبقى عندك استاذي بس الحقيقي سالب اربعة لاحظ هسه تقل لي زين هذا السالب اربعة يا جزء طلع من عنده طلع منه جزء التخيله بقى جزء فقط الحقيقي هسه التخيله شبقى عندك لو تجد تلاحظ زائد صفر آي شوف ليش خلينا الصفر زائد آي انتبع عليه خلينا الصفر زائد آي معناه طلعت حقيقي الناتج وجزء التخيل لي أمامك لاحظ طلابنا العزاء اليوم وياك من خطبة المحاضرة الجديدة إن شاء الله وأريد منعتكم تنتظروننا وصبرون علينا بالمحاضرات لأن المحاضرات تعرف مكثفة وإن شاء الله راح أكملها بأقرب فرصة ممكنة اشتركوا في القناة